الآري التاريخ المملكة يعرف أن الملك عبد العزيز لما جه في آخر أيامه أوصى أبنائه جميعا ببلد واحد في المنطقة هي مصر يعني هذا مكتوب أن الملك عبد العزيز أوصى أبنائه بأن يضعوا أعينهم على مصر دائما وأن يكون هناك دائما نوع من التواصل والتعاون بين البلدين وحتى الزيارة الوحيدة التي قام بها الملك عبد العزيز خارج بلاده وكانت إلى مصر للقاء الملك فاروق قبل 23.52 فالعلاقة قديمة من أيام ملك عبد العزيز واستمرت ودمت لكنها في هذه السنوات أعتقد بتاخد شكل كبير بتاخد شكل أشمل في التعاون على كل المستويات ومنها محطة المحسامة يعني أن يكون محطة بهذه الحج لابد أن نحن من حسن الصدف أن نحن اليوم هو العيد الوطني السعودي أي نحن اليوم 23 سبتمبر من كل سنة هو العيد الوطني السعودي ففرصة نهني الإخوة في السعودية بهذا العيد ربنا يعيده على مملكة بخير دائما فده نقطة مهمة نحن نشير إلى أن التعاون بين البلدين بين القاهرة والرياض أو بين العاصمتين كان تعاونا مستمرا وكان يتقدم دائما ولكنه في هذه السنوات منذ أن جاء الرئيس عفتاح السيسي ومنذ أن جاء الملك سلمان أعتقد أن هناك تعاون على مستوى أكبر وأشمل وأوسع وهذه المحطة التي نتكلم عنها لأن محطة المحسامة التي هي في اسمعالية لمعالجة مياه الصرف الزراعي هذه المحطة تأخذ مياه الصرف الزراعي عشان تعالجها وتعيد الاستفادة بها علشان تزرع من خمسين إلى سبعين ألف فدان في سيناء طبعا لما تزرع مساحة بهذا الحجم لا بد أن نربطها بقضية الأمن الغذائي خلق مجتمع كمان عمراني جديد عندما أنت بتخلق مجتمع عمراني في سيناء اللي هي أنا دايماً أقول أن سيناء أو سيناء كنا دايماً منذ أن حررناها في ستة أكتوبر 1973 نتكلم عنها في مناسبات فقط أو بأربع مناسبات على وجه التحديد إما ستة أكتوبر وإما عشر رمضان لما التاريخين اللي كانوا التقوا مع بعض وحررت فيهما سنة 73 أو 25 أبريل لها بتوافق 25 أبريل 82 لها عادت فيها آخر قطع آخر مساحة من سيناء إلى مصر أو 19 مارس اللي هو تاريخ عاودة طابة طابة لما سيناء لما رجعت بالكامل في 25 أبريل 82 بدل الطابة نتفاوض عليها سبع سنوات إلى أن عادت كاملة في 19 مارس 1989 في هذه التاريخ الأربعة كنا دايماً نتكلم عن سيناء دون أن نفعل من أجل سيناء يعني دايماً هناك فرق بأنك تتكلم عن سيناء وأنك تعمل من أجله ولذلك لما الرئيس عبدالتاح السيسي افتتح هذه الحطة في أبريل اللي فات كتبتنا مقال في المصر اليوم كان عنوانه تاريخ يضيفه الرئيس ترجمة نانسي قنقر